أجرى باحثون من جامعة هارفرد الأمريكية دراسة طبية نشرت في المجلة الدولية للسرطان تتحدث عن أهمية استهلاك كميات كبيرة من الفواكه والخضروات للوقاية من مرى السرطان الثدي وأهم هذه الخضروات هي القرنبيط والملفوف والثمار ذات اللون الأصفر والبرتقالي كالجزر والفلفل الأصفر والقرى ومن الفواكه التفاح والبرتقال والموز والعنب لاحتوائها على ألياف تقلص من نسبة الإصابة بسرطان الثدي عند السيدات كما أنها غنية بالفلفونيد المضاد للأكسدة المعروف بمحاربته لضرر الخلايا السرطانية وهي أفضل الأغذية التي تقلص من مخاطر سرطان الثدي عند النساء من ذوات الأعمار ما بين 27 إلى 59 عاما ووجد الباحثون بعد دراسة مستفيضة للنظام الغذائي لأكثر من 91 ألف امرأة والذي يحتوي على أنواع مختلفة من النباتات الوراقية والخضروات والفواكه الملونة أن هذا النظام قد قلل من سرطان الثدي بنسبة 15% وقد أوصى مركز جامعة كاليفونيا الأمريكية لأبحاث السرطان بأن يتناول الفرد ما بين 8 إلى 10 حصص يومية من الخضروات والفواكه الملونة والأطعمة الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والبقوليات فيما كشف باحثون من جامعة تكساس الأمريكية أيضا أن الدهون المشبعة والموجودة في الأطعمة الجاهزة كالأطعمة المقلية والكعك والمعجنات تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي كما وجدت دراسات طبية أخرى أن هناك صلة واضحة بين اللحوم المصنعة وظهور سرطان الثدي لأنها يمكن أن تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون والملح والمواد الحافظة كما ينصح الباحثون بالحصول على فيتامين D عبر التعرض المنتظم لأشعة الشمس والحفاظ على وزن صحي والإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط البدني لأربع ساعات أسبوعية